مع تسارع فوهة الغضب التي تقودها فصائل مسلحة بدءاً من اليمن ومروراً بالعراق ومؤخراً في سوريا باتت تدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشتعل بردود فعل أكثر إيقاعاً من الأيام السابقة وتزامناً مع إعلان الهيئة البحرية البريطانية ضمن تقرير جديد لها عن سماع دوي انفجارات ورؤية صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من ميناء الحديدة على البحر الأحمر تكتفض حدة التوتر في العراق سيماً مع تصاعد وتيرة تبادل القصف بين أطراف عراقية المسلحة وأمريكا ومع تصريحات السفيرة الأمريكية في بغداد التي نددت من خلالها بالعمليات الإرهابية ضد مواقع أمريكية في العراق لا تزال منصة الصواريخ من قبل فصائل مسلحة تستهدف قواعد أمريكية في ريف الحسكة السوري وكذلك تبني فصائل استهداف مدينة إيلات في جنوب إسرائيل والتي ردت عليها تل أبيب بهجمات صاروخية على مواقع تابع لفصائل مسلحة موالية لإيران في سوريا بحسب بيانات رسمية مع هذا التصايد الذي تصمم فصائل يمنية وعراقية ولبنانية على اتباع نهجه رفضاً لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة فإن ثمت أكثر من جرس إنذار يدق في المنطقة والتي حذرت مكونات سياسية في العراق على وجه الخصوص من مغبة جر البلاد إلى منزلق فوضى وأزمات باتت المخاوف الإقليمية والدولية من أنفلات أمني قد يفضي إلى مواجهة عسكرية تدخل فيها دول عدة في المنطقة على رأسها إيران بعد أن شكلت واشنطن تحالفاً دولياً لمواجهة التوتر في البحر الأحمر واستمرار استهداف السفن التجارية فيه مواجهات عدة تجتمع في المنطقة برمتها في إطار التحذير العاجل لوقف فوري للنار في غزة قبيل فوات الأوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة